عايزة اروح بقى لفكرة تانية فكرة تانية ممكن حضراتكوا بقى تسموها زي ما تسموها فكرة المجاملات فكرة الطبطبة فكرة مخالفة اللواح والقوانين وكله بيمشي اول حاجة كنا اتكلمنا هنا وطول ما انا على قناة النادي الاهلي هفضل اتكلم في الموضوع ده لما يكون في استجابة حتى لو اعدت عشر سين اتكلم في الموضوع لما المخطئ يعاقب فاكرين موضوع الجواب النادي الاهلي عمل مؤتمر كبير وكشف مين اللي خب الجواب والوزير اشرف صبحي عمل لجنة قانونية وبدأوا يدوروا في اتحاد الكرة الى ان قالوا ان اتحاد الكرة هو المخطئ والسبب ايضا هو الادارة التنفيذية برئاسة الاستاذ وليد العطار بناء علي تخلص اللجنة الى الاتي ان المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهاية دوري ابطال افريقيا والاتحاد المصر لكرة القدم وذلك لعدم قيام الادارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الامر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا لخصوات المخوالة الاتحاد قيام الادارة التنفيذية من المسك الادارة التنفيذية الاستاذ وليد العطار الموضوع ده فتع ليه كم يوم 33 يوم الاستاذ وليد العطار فين 33 يوما على تقرير لجنة التحقيق لا يزال وليد العطار مدير التنفيذية اتحاد الكرة استاذ وليد العطار لسه موجود استاذ وليد العطار اترأى كمان ومسك يعني منصب لجنة شؤون اللاعبين وتطوير لجنة شؤون اللاعبين والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد الكرة وقاتها اقسم على الهوى في كل القنوات ان المخطئ يعاقب استاذ وليد العطار لسه موجود استاذ وليد العطار لسه موجود من الوضح ان وسطة استاذ وليد العطار جمدة اوي